الغالب جيم مفتوح وبالتالي هيعتمد بشكل كبير على الشكل الهجومي واحدة من النقطة المهمة جدا عند نادي المريخة هنا شفناها حتى في الوقت اللي هم تقدموا فيه على فيتا كلوب يعني الناس اللي تعرف مبارا فيتا كلوب اللي في المريخ صيرها 4 واحد كان هو المتقدم في أول 10 دقايق بهدف الكرات السابتة الكرات السابتة طبعا الكرات السابتة واحدة من الأحد أهم أساليب نادي المريخ وأسلحته في الهجوم وشفنا حتى الهدف اللي جابوه وحتى برضو المنتخب السوداني واحد من الأهداف اللي جابه في منتخب برون أفريقيا برضو كان الكرات السابتة فالكرات السابتة اللي لعبت السوداني احنا عارفينهم هم بيتميزوا بالطول الفارع وبالتالي انت بتحاول انت تستغل هذا الأمر بانك بتدخل الاتنين المساكين وتدخل الهاف ديفندر طبعا عبد الرحمان الحسان برضو المهاجم عندهم برضو طويل مش قصير وبالتالي بتقدر تعمل زحمة داخل منطقة الجزاء المنافس في كرات العرضية وهو واحد يختف كرة على البعيدة وبيقدر ان هم يستغلون لكن نقطة مهمة لنا ان احنا ما ندهمش مساحة أخطاء حوالين منطقة الجزاء اذا كنت انت مجبر انك تعمل خطأ حاول انك تعمل الخطأ ده بعيد شوية نص ملعب بالزبط حتى صعب من فكرة انك تعمل حتى الكرات الكورنرز والحاجات القريبة من الأجناب دي بتبقى خطر جدا انا موجد حتى نظري اني شايف ان حتى البيلدنج أب عند نادي الماليخ السوداني في المبراءة دي هيبقى قليل جدا 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 على الأرض اللعيبة ممكن تلجأ إلى القرات الطولية بشكل كتير ليه عشان يقلل زمن الهجمي وانا بوصل لمربا محمد الشناوي مثلا فيما يقرب من خمسة وعشرين ثانية لا انا محتاج لخمسة ثانية دول يبقوا خمس ثواني او سبع ثواني هفعيلها كور طويلة ويتمت على الكرة الثانية والكرة الثانية وحط واحد في نص الملعب ياخد يلم الكرات الثانية او الكرة تنزل واحد ويبقى فيه مهاجم بشوت وبالتالي نقطة من النقطة المهمة اللي حاسة ناخد بالنا منها ان الكرة الثانية مهمة جدا وانا تكلمت على الكرة السابتة وبتتكلم في الغالب هيلعب عشان عايز مستعجل او عايز ينقل الكرة للتلت الهجومي او التلت الدفاع للنادي الاهلي نعم هيلعب كورة طويلة صحيح الشكل الازاي لنتفادى عملية الكرات السابتة دي اكيد انك اقل حاجة انك يعني اوه حتى تقلل عدد الكرات السابتة طبعا وعملية التمركز كمان طبعا بالنسبة للكرات الطويلة ايه اللي يعمله النادي الاهلي عشان يقصر الحتة دي هل ضغط عالي نعم هل نستنى الكرة الثانية ان عمر الصلية وديونج يكون قريبين من الكرة الثانية نعم ولا نمنحها من الاول بالضغط العالي كعملية نسبية فكرة ان انت تمنع الكرة الطولية من البداية نسبتها لا يتعدى 50% عشان هو السردباك موضوع السردباك هياخد الكرة هيلم الكرة الطولية خلاص انت موضوع فاتل نسبتك عشان تقدر تمنع يعني بداية الكرة الطولية بالضغط او الهاي براشر ده صعب جدا لكن اساس فشل الهاجمة مين اللي هياخد الكرة التالية هو ده اساس فشل الهاجمة ودي نقطة حالة كنت بتتكلم عليها في مباراة سيمبا واحد صف كنا بنقول واحدة من المشاكل اللي كانت عند النادي الاهل في نص الملعب ان كل الكرة التانية كانت بتروح للاعيبة سيمبا وبالتالي كان عندهم المساحة ان هما يخلقوا كم هائل من الفرص على مرمى محمد الشناوي فبالتالي بشوف ان واحدة من النقطة ان احنا نركز على كرة تانية في بقى نقطة مهمة جدا جدا في الكرة السابتة مهمة اوي انك ما ترجعش بكل اللعيبة بمعنى ايه مثلا بقوله اذا افترضنا اذا افترضنا النادي الاهلي بيلعب بنفس الشكل شوفتنا في اودان فيتا كلاب افشة على اليمين محمد شريف ومروان داخل العمق واشهيد على الشمال مهمة اوي انك تحط اتليست دايما في الكرة الفاولات انك تسيب اتنين في نص ملعب منافس عشان يوقف معهم اربعة اه هي دي عشان يوقف معهم اتليست تلاتة تلاتة غصبا عن يعني المدير فان نساء لازم ان هو هيكتر عدد المدافعين اللي هقولك في احتمال ان الكرة هترتد علي فبالتالي مقدرش يطلع كل الناس في الهجوم فخلبي اخوا يا جماعة لو عندنا فاول او عندنا كورنر مش كله يطلع اه عايزين نزود لكن مش هقدر اخاطر للدرجة ان الكرة ممكن نادي الاهلي ياخدها فيحولها هجمة علي وهنا طبعا اكيد مهمة اوي 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 نستفيد طبعا من النادي الاهلي الحمد لله من السنة اللي فاتت بنشوفها سرعة الهجمة المرتدة عند النادي الاهلي سريع يعني وانسنا خدت الكرة ونزلت عند مشارف منطقة جزاء بتاعتنا بنشوف النادي الاهلي بيقدر يوصد باكبر كم من اللاعبين من عند مشارف منطقة جزاء النادي الاهلي لغاية منطقة جزاء المنافس فاقل من 6 ثوان وده اكيد بيبقى بيبين الحالة البدنية اكيد اللي عندنا وكمان نقطة مهمة اوي اوي عايزين نستفيد منها وانا قلتها من حضرتك واتفقنا عليها لما كنا نتكلم عام نتخب مصر المحمد شريف من المهاجم افضل واحد يلعب جنب الصلاة بلظفت كده وده اللي حصل بلظف محمد شريف خالق والله مصطفى محمد مهاجم لا مش عيب في المصطفى طبعا رائع ساحب نتكلم فان صح في راس حربة طبيعي طبيعته بيعفت حرب رمتدة جزاء انا قلت هنا في قطلة الاهلي ان محمد شريف اول مهاجم او راس حربة صريح يديني الاسميل او الريحة بتاعت عماد متعب بصراحة برمضات الجزاء برمضات الجزاء بيتحرك وبيفتح مساحات لزمان مش هو ما هو يهدف هو الحمد لله بيهدف لكن حتى لو ما هدفش لازم الناس تعرف ان كم المساحات اللي اتفتحت ده بسبب اللعب ده عماد متعب فيه ثمانية الناس كان بتهاجموا مع حسن شحاية في البطوله دي بالذات انه بيضيع فرص كتير كانت حسن شحاية لما طلعت ما قدرش ما لعبش متعب ليه متعب هو الوحيد اللي بيقدر يفتح المساحات لزميله فمحمد شريف في الوقت الحالي الحمد لله الحمد لله ثبتت وجهة النظر في الحتة دي وثبتت وجهة النظر ان محمد شريف من بداية الموسم هو المهاجم رقم واحد على مستوى النادر ايه وعلى مستوى متخبص فيما يخص ايه فيما يخص فيما يخص انه بيدي اه ما شفناه صلاح وبرضو تاني يعني مصطفى محمد دعيب كبير علامي بقى الله علامي بجد وربنا يوفقه في التركيين لكن هو بوكس بلاير ساعات بيقفل شوية المساحات على صلاح شفناه مباراة كنية يعني كان المسافات ما بينهم مش موجودة نعم